يعني لو أخذنا الأمور بمسبباتها الحقيقية ولو نظرنا إلى الحالة الستراتيجية في السياسة الإيرانية لنرى أن طهران تسعى وجاد إلى التوقيع الاتفاقية وإنهاء ملف البرنامج النووي أبعاد كثيرة الآن نرى ماذا يحدث في الداخل الإيراني تظاهرات واسعة استمرت لشهرين الآن أصبح لديها مشاركة في جميع قطاعات الشعب أصبح تشارك فيها مرضمات المجتمع المديني المدارس المعاهد أيضا الفعاليات الجماهرية من فلاحين المعلمين من كسبة إذن أخذت بعد وجميع الأحزاب المعارضة أصبحت لديها خطة عمل واضحة في كيفية استمرار هذه التظاهرات وعدم الوقوف عند حد معين إلى تحقيق غاياتها هذه التظاهرات تختلف عن باقي التظاهرات التي حدثت في عام 2019 أو في عام 2019 هذه أخذت عبعات كثيرة بسبب كثير من العوامل التي ساعلت على عملية قيام الجماهير الإيرانية بعملية التظاهر والسعي والمطالب بإسقاط النظام أو بترديد الشعارات التي تمس كثيرا من رموز النظام الإيراني هنا السبب الرئيسي ليس فقط هي عملية القتل التي تعرضت إليها الفتاة الإيرانية ولكن هناك عوامل أخرى أساسية هي عوامل اقتصادية تتعلق بسوء الحوالي المعاشية بزيارة التبخم بزيارة نسبة الفقر التي بدأت تصل إلى حد أكثر من 34% إلى تبخم 40% إلى عدم قدرة الدولة الإيرانية على تصرف مستحقات المتقاعدين على عدم وجود بنية تحتية كثير من العمليات التصدير النفط أصبحت ضعيفة الموارد الداخلية أصبحت غير كافية لتحسين الوضع العام هذه الأمور من يعيدها إضافة إلى أن هناك جوانب أساسية بدأت تتحرك بها إيران بمحاولة لعودة والاستعادة دورها الإقليمي أيضا على من تعتمد الآن؟ لنرى أنها تسعى إلى محاولة إقناع الأوروبيين ببدء عملية الحوار الثاني مع الولايات المتحنة الأمريكية لتوقيع البرنامج النووي لكن هي الآن ماذا تستغل؟ تستغل هذه الفترة حرجة في السياسة الأمريكية وهذه معلومة لكل المتابعين إلى السياسة الأمريكية وتبيعة الانتخابات النصفية كيف تكون سياسة الولايات المتحنة الأمريكية هل ستستمر جون بايدن في سياسته تجاه الشرق الأوسط إذا ما سطاع الحزب الديمقراطي أن يحقق الفوز في مجلس النواب والشيوق أم ستكون هناك سياسة أخرى في موضوع فوز الحزب الجمهوري وهنا ستنعكس الحالة بشكل أو بآخر لذلك إيران تستبقى الأحداث إذا أخذنا التقرير الآن على مجمل حقيقته فهناك استباق للأحداث عندما أنا أكون واصل إلى 60% من تخصيب اليوراني عندما أطالب دولة كروسيا بعملية إعطاء بعض المواد النووية التي تساعدني على زيادة التخصيب ما هذا يعني؟ حتى وإن لم تحقق ذلك لكن هي رؤية حقيقية الروس والصين يقولون حقيقة أن ندعمهم إلى إيران إنما يشكل عقب ويشكل حالة من التوسع على حساب المصالح الأمريكية في المنطقة يعني عندما الصين والروسيا وتحديدا روسيا لعني عندما تقف على أتبة واحدة مع علاقتها مع إيران فهي تحاول في هذا ضرب المصالح الأمريكية وفي هذا اتفاق ظني مير معلم بين ثلاثة دول رئيسية هي إيران وهي صين وسوريا لو نظرنا إلى طبيعة العلاقة الروسية الإيران هي ليست وليدة اليوم يعني ليست وليدة أنه الآن الطائرات المسيرة تحطى إلى روسيا أو إلى طبيعة أنه من الممكن تزويد إيران ببعض المواد النووية لا هي علاقة امتدت إلى أكثر من عقد من الزمن لو رأينا هي التعاون الأساسي الذي بدأ على الساحة السورية يعني نحن لا ننسى أن التوافق والتعاون الروسي الإيراني سهم في إنقاذ النظام السوري في دمشق وكذلك الحفاظ على الوضع السياسي العام في الميدان السوري اثنين لا ننسى أيضا التعاون الأمني والاستخباري بين الدولتين وكثير من المناورات العسكرية والبحرية حثت بين الجانبين وعلى محيط المهندي وعلى البحر العربي وكذلك الضلط الأمريكي الذي كان يحدث على إيران في مجلس الأمن من كان يقف إلى جانب النظام كان تقف الروسيا إضافة إلى من؟ إلى الصين أربعة لا ننسى أيضا هناك الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت خلال السن الماضية وما قبلها كانت اتفاقيات اقتصادية بعيدة مدى لسنوات وعقود ومنها الاتفاقية أيضا التي ممكن أن تكون سبب وهي 25 سنة مع الصين إضافة إلى الموضوع الأخير وهو موضوع الطائرات المسيرة التي حاولت فيه إيران والبارحة اعتراف واضح وضمني من قبل وزير الخارجية الإيراني بتزويد إيران إلى روسيا بهذه الطائرات ولكنه أشار إلى أنه تمت قبل المواجهة العسكرية في شباط 2022 ولكن هذا الاعتراف يشير إلى أن إيران أرادت أن تنتقل من التأثير الإقليمي التي تحدثه في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي عندما تقوم بتزويد الطائرات المسيرة إلى عناصرها ووكلائها في بعض العواصم العربية للتأثير على الوضع الأمني في تلك البردان أو لتحقيق الامتداد للمشروع الإيراني والتمدد والنفوس في تلك الدول أرادت أن تنتقل عالميا ودوليا عندما تعطي هذه الطائرات التي هي شاهد ومهاجر تعطيها إلى روسيا وكما نعلم الآن روسيا ليس في مواجهة مع أكروانيا وإنما هي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب